معلش برضو هنجيب سيرة معلش اطول بالك الخديو اسماعيل الراجل ده ليه بقى بنجيب سيرة الخديو اسماعيل لانه اللي حصل في عصر الخديو اسماعيل ادى الى افلاس الدولة وخلاص لا مش خلاص كل الحركات اللي عملها الخديو اسماعيل بتحصل دلوقتي بقالنا كام يوم جيبنا لكم الدرائب كوارس هزار يعني طيب وجبنا لكم قبل كده ماذا كان يفعل من فساد واسراف وقروض اوكي النهار ده جايبين لكم حركة جديدة من الخديو اسماعيل بتتنفذ دلوقتي حكاية شوية يعني غريبة حكاية التلاتاشر شهر اسمع يا سيدي كل الناس اللي دخلت مصر كانت عارفة ان مصر عايشة على الشهور الابطية لان الشهور الابطية هي الشهور المرتبطة بالزراعة حتى العرب المسلمين تركوا للاقباط حكاية المساحة الاراضي وكانت مصر شغالة بالشهور الابطية الشهور الابطية هي الشهور السنة القبطية المصرية اللي هي بتبدأ بشعر اسمه توت وبعدين بابة بقى وكياك حتى ان المصريين عملوا عليها كلام والكلام له علاقة بالشهور الابطية فكانت الزراعة مرتبطة بالشهور الابطية حتى الحيوانات وزواجي الحيوانات من بعضهم برضو مرتبط بالشهور الابطية الشهور الابطية دي كانت مش 12 شهر 13 شهر بس هم متقسمين على السنة 12 شهر ما بين 29 و30 واخر شهر اللي هو 13 شهر اسمه نسي كان 5 او 6 ايام ادي الشهور الابطية و ادي القصة اللي مشت عليها مصر من فراعنة توت بابة هاتور كياك كياك ده كان يقولوا عليه صباحك مساك ليه بقى لانه كياك نهاره قصير فيقولوا مثلا كياك صباحك مساك توبة ابو البرد والرطوبة لانه كان برد جدا جدا شوف حتى التراث المصري امشير ابو الهو والزعبية كانت بتقوم في عواصف برمهات روح الغيط وهات انا تربيت على الحاجات دي فعلا وهكذا بقى وبشانس وبقونة وقبيب ومصر ده كان بتموت في الحمير كل الشهور دي هي جزء من صخافة مصر اللي هي البلد الزراعي بلد ايما في الاساس على الزراعة فكانت تقسيم ماشا عيشا على الشهور الابطية لانها بتاخدى من الشهور الفرعونية دي خلاص مشت مصر كده ايام الرومان مشت مصر كده ايام العرب ايام حتى الفرس مشت مصر كده ايام العرب والمسلمين مشت مصر على الشهور الابطية هي مرتبطة بالزراعة مرتبطة بتكاثر الحيوانات حتى ارتفاع النيل وهبوط النيل موعد الحرث والزرع والغرس والبزر والحصاد كل ده كل ده خلس شورة لك مرتبط بدا مرتبط بدا وكان يقولوا كده زي ما بقولك كده عيشنا حفظناها كده طوبة قبل بردور طوبة كياك صباحك مساك برمهات روح الغيت وهات لما مصر تحولت الى دووين كان الموظفين في عموم الديارة المصرية بيقبطوا مرتباتهم ثلاث شهور من توت لحد نسيق اللي هو ست ايام ده خلاص وبيتحسب لهم الشهر ده نسيق ده كامل شهر كامل بيقبطوا في نهاية السنة بيقبط شهر كامل نرجع بقى للخدوي اسماعيل شيل بقى دي هتلينا اللوح الخدوي اسماعيل لما بدأ يفلس بدأ يدور على حيل يعملها عشان يخرج من الفلس ده فبدأ ملاقيش حد بدأ يكنش يلاقي يقبط الموظفين لدرجة انه آخر سنة في حكمه اشار عليه حد انه يسرح الجيش المصري لانه ما فيش فلوس يقبطهم القصة دي موجودة في الكتاب ده مذكرات نبار باشا قلتلكم مئة مرة اقروا الكتاب ده عشان تعرفوا ان مصر شغال لحد وقت الحركات دي بيحكي نبار باشا في كتابه ده ان الزباط عملوا مظاهرة واقتحموا البرلمان واجبروا الناس في البرلمان عن التراجع عن قراراتهم نشوف الصفحة دي من كتاب مذكرات باشا نبار باشا اطلع بالصفحة تقرر بقى بيقول ثم في احد الايام يدخل ويلسون الى مجلس الوزراء قائلا ايها السادة يجب تسريح الجيش والضباط كان جلادسون قد قال يوما ان الجيش يقول امره الى المالية والى اخر بقى تقرر كما قلت اما الاحالة الى المعاش او تسريح الضباط الذين لم تكن رواتبهم قد دفعت منذ سنتين وهو الامر الذي لم يكن قد تم حتى اللحظات التي صدر فيها قرار التسريح وكل فوزير الجهدية بتنفيذ الاوامر فبدأ في المضي قدما ويطلع يحكي بقى انه سواء كان هذا بطريقة جيدة او سيئة وبعدين ذات يوم رأيت مجموعة كبيرة من الضباط يسيرون في اتجاه عبدين وصباح اليوم التالي قبلت مجموعة اخرى تسير بعداد اكبر وصباح يوم 18 فبراير 79 دي اخر سنة في حكم الخلو اسماعين كنت ذاهبا نحو الساعة 12 ونصف زهرا الى منزلي عندما استوقفني رئيس البوليس محمود سامي بعد ان كنت قد ركبت عربتي واخبرني ان الضباط قد اقتحم وقاعة مجلس النواب التي هرب منها النواب وان البوليس استطاعت استطاعت غلط اعادة الامن والنظام ولكنه لا يزال من الضروري والملح ان تدفع لهم رواتبهم وبدلا من الذهاب الى منزلي توجلت الى وزارة المالية لم اجد احد اللهم الا بلون باشا وقال ليه لا يوجد في الخزانة فلس واحد مش ارش فلس لمحني بعض منهم فعاد الجميع ادراجهم وبدأوا يركضون من اجل اللحاق بعربتي فاشرت للسائق بالتوقف وفي لمح البصر كنت محاطم بهم جميعا والسيوف مشهرة هي بس هو كاتبها مشهورة في وجهه اذا اشاروا عليه بانهم يسرحوا الجيش بقالوا سنتين زباط الجيش مبتقبتش مفيش فلوس ناخد التالتة بقى والزباط تجمعره وراحوا اسرع عبدين قلت له خذ اقرأ حيث انه كان يجيد الفرنسية واعطيته تليغراف تسلمته قبل يومين من المسيور دي بوليتس وكنت احمله في جيبي كانوا بالتأكيد قد اشعوا في باريس بان الديون يتم تخفضها في هذا التليغراف كان السيد بلويتس يرجوني ان اقوم بتعليق اي قرار يتعلق بهذا الامر ما انقرأ نص التليغراف حتى تبدلت هيئته وتحدث قائلا انني اعرفك الى اخر يعني يعني في الاخر فشلت انهم يسرحوا الجيش الجيش اللي ما بيقبتش بقاله سنتين طيب برضو الخديوي لسه مفلس ولازم حد يدفع التمن مين بقى مكسوري الجناح اللي الخديوي اسماعيل يقدر عليهم ايوة صح اللي جون في بالك الموظفين بتوع الحكومة طقت في دماغ اسماعيل فكرة شيطانية عشان يتهرب من دفع المرتبات طب مش هيتفع مرتبات طول السنة لا قالك احنا السنة 13 شهر احنا قلنا مصر كتمشى بالشهور الابطية من توت لنسيق طب انا هدفع 13 شهر ليه طب ازاي ما ادفعش 13 شهر ازاي وازاي اشيل شهر من السنة على الموظفين كلهم وبالتحديد يوم ستة منه ستة من نسيق المفروض الموظفين هيقبضوا فيه المرتب يعمل اسماعيل عبقاري بقى فيعمل حركة غريبة جدا مش معقول هيخلي السنة الابطية اللي عليها من الاف السنين 13 شهر هيخليها 12 شهر مش معقول ومش معقول ما يقبضهمش برضو 13 شهر ده شهر 13 من غير ما يقولهم إيه السبب فاسماعيل تتفتق ذهنه عن فكرة عبقارية اه احنا نحول بقى من التقويم القبطي للتقويم الميلادي فتم تحويل مصر من التقويم القبطي إلى التقويم الميلادي الفرق ان التقويم القبطي 13 شهر انما التقويم الميلادي اللي احنا ماشيين عليه ده 12 شهر 12 شهر بالزبط فالموظفين مسكين رايحين يقبضوا شهر نسيء اللي هو 13 فالحكومة قالت لهم بح خلاص كان فيه منه وخلص النهاردة الليكم عندنا 12 شهر بس مرتب طب بالنسبة بقى الشهر نسيء ظروفه يا باشا اللي اشتغلنا ده فراح اسماعيل اشتغلهم ودى لهم مكانه ساركي ساركي سند يعني حاجة زي سند كده انك ليك المرتب ده تصرفه بقى بس امتى لما تفرج فانت ما معاكش فلوس ادك سند بيقول انك انت ليك فلوس بس هتصرفه امتى يلا بقى لما تيجي وقتها سعت الله يعين الله ده صورة الساركي ادي الساركي اهو اللي بيقول ان الراجل ده له فلوس كذا عند الخزانة المصرية ودى اتنين وثلاثين جنيه وتمانية مش عارف ايه والى اخر هيصرف امتى الساركي ده بقى وزارة نظارة المارية ادارة عموم الحسابات المصرية هيصرف الساركي ده امتى مفيش السارك خلص خلصت فايزا الموظفين راح عليهم الشع ومصر تحولت من الشهور القبطية الى الشهور الملادية عشان اسماعيل مفلس بس يا سيد اسماعيل حاب يعمل الفلاوة دي على الموظفين الغلابة ومن ساعتها بقى احنا تحولنا من التقويم القبطي للتقويم الملادي ومن ساعتها والمصريين عايشين في اشتغالات الحكام والاستنصاع والاستنصاح عليهم او زي معبر الكاتب الصحفي محمد امير في البوس ده اشتغالة الخليوة معلومة بمناسبة ان كل سنة وانتو طالبين كده احنا في مصر بنستخدم التقويم الملادي المعروف بالجريوري او الافرنجي هنا من 148 سنة وما قبلها ما كناش نعرف ولا نهتم بالتقويم ده من الاساس التعاملات الحكومية كانت بتستخدم التقويم المصر الابطي المعاملات الانسانية بين العامة كارب بتستخدم التقويم الهجري عارب بقى استخدمنا ليه بسبب الديوم بتاعة الخليوة اسماعيل بعد البناء والاستدانة وحافلة قناة السويس ادائن بكتير والحكومة ما كانتش عارفة توفي دفع مرتبات شهر النسي او الشهر رقم 13 في التقويم القبطي هو شهر عبارة عن 5 يام بس والسنة الكبيسة بيبقى 6 يام والمعظفين كانوا بيقبضوا شهر كامل فالخليوي شغل دماغه عن الناس وتقربها من اوروبا او تمسحا فيهم ام مبدل التواريخ للتقويم الميلادي الجديد الكلام ده كان يوم 6 نسي قبل معاد صرف مرتبات بكم ساعة الناس اتفجت انها مقبضت شوفوا المقابل استلمت سكوك معاش لا ترد ولا تستبدل اسمها الساركي عبارة عن ورقة بتتعاعد فيها الدولة بالتزديد للموظف يوما ما دي قصة كلها وراح الرجل نشر صورة الساركي كانت دي وسيلة دفع للدولة اه فهلاوة هي دي بقى نفس الفهلاوة اللي بيعملها السيسي حدا هيطلع يقول لي هو السيسي بيعمل فهلاوة زي كده لا لا هي مثلا بيعمل حاجة شبه كده يعني خد عندك لما يقرر يصرف مساعدات استثنائية في يوليو اللي فات عشان الاوضاع الاخسرات الصعبة ويطلع الاعلام يغني على حنية السيد الرئيس وعلى مليارات الجنيهات ولما اتدعبس ورا الايمال الحقيقية هتلاقي المساعدات اللي هو قال لك حنية دي لا تساوي تمن رغيف واحد حاف اليوم ايوالله زي بقولك كده مش مسدق خد الجراف ده كده عشان تعرف حنيته قدي الجرافة هو اطلع يا علي بالجراف حنية برغيف قال لك السيسي عصرف مليار جنيه مساعدات استثنائية شهريا على كام على تسع ملايين أسرة مستفيدة طيب مية واثناشر جنيه هيطلع نصيب الأسرة منهم يعني المليار جنيه تسع ملايين أسرة هيطلع الأسرة هيجي لها مية واثناشر جنيه طيب يعني 22 جنيه نصيب الفرد شهريا في الآخر هيبقى يوميا 7 جنيه ونص 7 أرش ونص 75 قرش 75 قرش نصيب الفرد من المليار جنيه يعني قيمة حنية السيسي العبقرية لا تساوي أو هتساوي بالظبط 75 قرش حسابها تاني امسك الموبايل بتاعك وحسابها قال لك السيسي هيصرف مليار جنيه شهريا الحنية حنية السيد الرئيس لأنه الورث بتاع أبوه فصرف مليار جنيه وبعدين 9 مليون أسرة هيستفيدوا منها حلو جدا الأسرة هتاخد من القصة دي حسبها انت وترحها وجمعها 112 جنيه وبعدين الفرد في الأسرة هياخد 22 جنيه ونص شهريا ده لو الأسرة بنتكلم على خمس أفراد تحت خلاص هيبقى 112 جنيه يعني في الآخر نصيب الأسرة دي نصيب الفرد في الأسرة دي من المليار جنيه 75 جنيه نفس حركات الخدوة إسماعيل ياريت يجيب رعيف يعني حتى يجيب رعيف من غير أرسط عمية آه حركات الخدوة إسماعيل بالزبط أدي من هنا وأعمل من هنا ولبس طاقية الدل ده الفعلوة برضو هتلاقيها في استقراض السيسي المصريين لما استقراضكم كلكم فيما يسمى شهادات ترعة قناة السويس اللي الآخر المصريين خسروا فيها 15 مليار جنيه من فنوسهم هتقول لي إزاي ده إحنا ما قسرناش ده إحنا هقول لي خسروا بعد التعويم لما التعويم حصل الجنيه قالت قيمته فحضيتك خسرت القصة كلها 15 مليار جنيه حاملوا أو حاملوا بقى حاملوا شهادات قناة السويس خسروا 15 مليار جنيه يوم ما لبس البدلة دي ولبسكوا الطرح يوم ما طلع لكم لمينا في أسبوع 64 ومش عارف إيه كم مليار جنيه في الآخر ضرب التعويم وقع لك الجنيه خلينا شوف بقى النصباية بتاعة شهادات قناة السويس وصلت لي فين خذ يا رئيس أهو خديعة شهادات قناة السويس في 15 أغسطس سنة 14 السيسي نصب على المصريين وطرح عليهم شهادات سمارت قناة السويس في 21 سبتمبر 14 كانت حصيلة بيع الشهادات 64 مليار جنيه بفايدة سنوية 12% تتصرف كل طهر كل ثلاث شهور في 3 نوفمبر 2016 عاوم الجنيه يا صلاة النبي طيب في 7 نوفمبر 2016 بعد ما الجنيه عاوم رفع فايدة الشهادة إلى 15% في 3 ديسمبر 2016 بعد شهر من التعويم فقد الجنيه ضعف قيمته وصل الدولار إلى 18 جنيه للدولار واحد من 8 جنيه يعني أنت لما اشتريت الشهادة كان الدولار بـ 8 جنيه بعد ما عاوم بقى بـ 18 جنيه التعويم الأولاني رفع الفايدة كان يجب أن يكون مساويا لنسبة ارتفاع الدولار في المجمل بقى كل اللي اشتروا الشهادات دي وراحوا البنوك وتزقوا بعض وعرقوا ووقفوا خسروا 15 مليار جنيه نصبايا لم فلوس زي الحلاوة المستريح بتاع مصر الراجل ده حضرات هو المستريح فعلا أو مثلا لما سيسي حنع الموظفين ويرفع الحد الأدنى للأجور ويقول لك خلاص ما فيش حد في مصر النهاردة بياخد 1500 جنيه يا عم أنا موافقك ومعاك ما فيش حد النهاردة في مصر بياخد مش عارف 2000 جنيه موافقك حلو جدا انت هتلاقي نفسك انت بقى مع سنين السيسي السودة دي مرتبك بالقيمة الحقيقة للدولار بيقل مش بيزيد عايز تحسبها نحسبها احنا رأنا حاجة خد الجراف ده كده مقارنة مرتبات الموظفين بالدولار نبدأ منين نبدأ منين نبدأ منين 14 في يناير 2014 كان اللي بياخد 1200 جنيه وفيه ناس بتاخد 3000 جنيه وكان الحد كان 3000 جنيه كان الحد الأدنى بالجنيه خلاص ده في يناير خلينا نشوف بقى واحدة واحدة اول حاجة الدولار بقى يساوي نبلغ 3000 جنيه بالدولار تساوي 125 جنيه في 22 في 27 اكتوبر 26 اكتوبر 152 152 دولار 3000 جنيه في واحد يناير قصد بعد كده الـ 1200 جنيه 172 دولار يعني من 14 ل 22 تخيل يعني يعني انت كنت بتاخد في 2014 1200 جنيه كيف بتساوي 172 دولار دلوقتي لو خد 3000 جنيه تساوي 125 دولار في 2014 بتاخد 1200 جنيه كانت تساوي 172 دولار في 22 3000 جنيه ساوي 125 دولار يعني ايه متى الفلوس اللي في ايدك وقعت احنا بتكلم على الحد الادمى اللي قصة ما بتطبقش بس هنقول 3000 جنيه لا استنى انت بس بصوا على الراتب في اول 20 22 وفي نهاية السنة لو مثلا بتقبط 3000 جنيه شوفها بالدولار في اول السنة كام في 22 وفي اخيرها بقوا بكام 3000 جنيه نفسها فاول سنة 22 كانت بكام دولار وفي اخر 22 كانت كام شوف كده حصاد المصريين اهو كم فقد المصريون رواتبهم في 22 في يناير 3000 جنيه 3000 جنيه كانت تساوي 192 كانت تساوي 122 دولار دلوقتي بقت 122 دولار لان الدولار بقى ب24 و8 ده سعر البنك مش سعر السوداء انخفاض قيمة الحد الادنى 70 دولار انخفاض المرتبات المصريين 36 في المية يعني 3000 جنيه اللي كانت تساوي 192 دولار لما كان سعر الدولار 15 16 بقت تساوي 122 دولار لما سعر الدولار ب24 ومش ب24 ده ب30 وب33 يعني الحقيقة انت الجنيه المرتب اللي في ايدك ضع الجنيه اللي في ايدك ضع ولما الناس الحقيقة هتشتكي نعمل حركة جديدة برضو من حيال الخديوي ايه بقى حيال الخديوي سيبك بقى من قيمة الجنيه بالدولار نعمل الحركة المتينة قوي نطبع فلوس فيبقى معاك فلوس كتير جدا افتكر معايا الخديوي عمل الموظفين في شهر النسيق سند حكومي يعني ايه سند حكومي زي ما شرحنا يعني ورقة بتقول انك ليك عند الحكومة فلوس بس هتاخد ها امتى مش 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 السيسي بقى عمل الجديدة يطبع فلوس فيبقى معاك فلوس كتير جدا زي السند بس ملاش ايمة خالص مش انا اللي بقول الكلام ده منشور على عين مصر الخبيل الاقتصادي هاني توفيق كتب الكلام او كتب كلام في المعنى ده اطلع بقى بالخبيل اتصادي قال له ما بنفكر ش نشتغل بقى ارتفع حجم ما تطلبه وزارة المالية لسد عجز الموازنة بنسبة 100% في السنتين كررنا ان هذا العجز تعدى مرحلة الخطر وبمراحل الاكبر في الدول النشئة بالنسبة الناتج المحل على الاطلاق واتساءل الم يحن الوقت لازالة المعاوقات الاستثمار ونشتغل بقى وكفية طباعة الفلوس طباعة الفلوس هي بالظبط زي السند اللي عمل الراجل ده الخدوس معي هي بالظبط شبه معاك ورق تسيبش حاجة معاك ورقة بس لا تمن لها ما تسويش تمن الحبر بتاعها جيبك مليان فلوس بس في الآخر الدنيا ههلعة جدا فلوسك تلاقي مثلها ولما الناس تشتيكي وتوالول ان مرتباتها مش بتكفيها تطلع في هلاوت الزعيم في حكم خيبة من عينة الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش شوفوا طب اسمعوا طيب برضو الاسعار عايزين تسيطروا عليها الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش يا حضرات هي دي بقى الحيلة الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش ده قالوا زمان دلوقتي بقت كل حاجة غالية الفهلاوة اللي بتصل لمرحلة الاستقراض لما يبقى النظام عارف انه هيعوم الجنيه وهتتخفض قيمته فيطلع على القناة الاولى الرسمية وهو عارف يطلع يوسف الحسين يضحك عن الناس ويقول لهم قبل 15 اكتوبر 2022 الحقوا ودوا الدولارات البنك عشان خاطركم وخاطر عيالكم وبعدها بكم يوم يتعامل تعويم والدولار يوصل لحاجة وعشرين افتكر معايا ده احنا يوم 22 انا قلتلك يا جماعة عشان عشان خطرك انت لوجه الله ودي الدولارات البنك ولسه بقولك عشان خطرك انت لوجه الله ودي الدولارات البنك الحق قبل يوم 15 لا اسباب عدة هنقعد نناقشها كتير بالمناسبة هو عارف بعد كام يوم الدولار اتعاوم نفس القصة بتاعت الخديو اسماعيل نفس القصة بتاعت الرجل اللي ورايا ده تعاني شوف بقى بعد ما قالي الكلمتين دول الدولار كان وصل لكام بعد ما قالي الكلمتين دول نشوف كده اهو مؤشر يوسف الحسيني نصيح الواجه الله اللي عنده دولار يطلعه يوديه البنك قبل 15 سبتمبر كان سعر الدولار وقتها 19-17 ده الكلام ده كان 15 سبتمبر في 27 أكتوبر قفز الى 23 و24 ودلوقتي وصل لتلاتين يا حضرات من الاخر كده الخديو اسماعيل فكرة فكرة لا تموت ما ماتتش الخديو اسماعيل فكرة واسلوب حكام السيسي كل اللي عملوا انه اخد شغل الخديو اسماعيل وطوروا منهج متكامل من القروض لشراء المناصب للضرائب للفهلوة للضحك عن مصرين الغلابة منهج الراجل ده حطه والرجل ده بيتطبقوا بنفس الاسطوب ولكن لان العصر اختلف فنعمل حاجة تانية يعني الخديو اسماعيل لو كان عنده المطابع بتاع بنك المركز المصري كان طبع فلوس بس ما كانش عنده المطابع العقرية دي الراجل ده عنده نفس المطابع بقت عقرية جدا فيطبع فلوس لكن هما زي بعض ده اخذ قروض وحل بها مصر وده اخذ قروض وحل بها مصر ده دخل صندوق الدين وده دخل صندوق النات ده دحك على الموظفين وده وحل المصريين كلهم كلهم ده شغل المصريين بالصخرة وده بيشغل المصريين بالصخرة ده بنى اسور زي اسر عبدين اللي تحت ده صرايا عبدين واسور غيرها كتير جدا وكان يملك مليون ومئتين الف فدان ده بقى عنده اسور وطيارات ده ما يعرفش طيارات ده كبير وكان الياخت المحروسة وقتها ما كانش فيه طيارات كان الكبير بتاعه يعني ملكة السماء بتاعته وكانت الياخت المحروسة ده بقى عنده ملكة السماء واسطول من الطائرات الرئيسية نفس القصة بالظبط ده خلق قرار المصري في ايد الاجانب وبقت ارادة مصر الصفر ده نفس القصة مصر بقت على الهامش وقرارها بقى في ايد صندوق او اخوانا في الخليج ده ضحك على المصريين وده ضحك على المصريين يدي من هنا وياخد من ناحية التانية نفس القصة بالظبط اسلوب عبر عنه محمد صبحي في المشهد مصرحي التخريف بعد قرية شديدة جدا لما قالك انا عايز وزراء العبوا بالبضاء والحجر يدوا المصريين علاوة باليمين وياخدوها منهم اضعاف بالشمال اشتركوا في القناة